استطاعت الكليجي وبكل جدارة أن تتصدر أرث محافظة دير الزور إذ لكل بلد ما يميزه من المأكلات التي يقدمها مواطنوها للزواري وفي المناسبات والأعياد الكليجي أكلة شعبية من تراث دير الزور كانت سابقاً بالبيوت يشتغلونها ستات البيوت ويقدمونها بالأعياد والمناسبات بأي مناسبة لازم يكون بكلجة ديرية بعد أن طورت شوي شوي طورت صاروا يشتغلونها بالمحلات مكونات الكليجي السمنة السكر طحين التوابل الكليجي نسميها بالدير الحوايج حوايج الكليجي تتكون من زنجبيل جوزة الطيب قرنفل التوابل الكليجي كل محل له سر بها نكهة خاصة بها وينضاف لها حسب الرغبة حليب بودر أو حليب عادي أو مي طريقة تحضير الكليجي الطحين أول شي ينحط بالعجان أو على الإيد إذا ينشغل على الإيد ينحط الطحين بعدين السمنة بعدين التوابل هي حوايج الكليجي تنحط تنعجن كل ياتها سوى إلا ما تماسك وتأكل بعضها بعدها ينحط فوقها الحليب والسكر ينخلط مع بعض وينحط فوقها وتنعجن وتنمد على طاولة أو على الخامة أو بلاطة وتتقطع حسب الرغبة تندهن بيض وتنحط بالفرن وتتقدم حارة أو باردة تعد الكليجي أحد الحلويات التي ما يزال أبناء المحافظة متمسكون بها وهي تصنع في المناسبات وتعد الهدية المفضلة التي يأخذها الديريون معهم في زياراتهم إلى أقاربهم وأصدقائهم خارج المحافظة أو يقدمونها لزوارهم للأخبارية السورية راهيم الضلي دير الزوح